هذا البديل الاستراتيجي ليش مقاعد يطبق؟ ليش مقاعد الحكم؟ المصيبة الأولى الحجر العثرة في عدم وجود بديل استراتيجي ديوان الخدمة المدنية ليش؟ ديوان الخدمة المدنية أصبح حجر عثرة في مستقبل أبنائنا وبناتنا يطبق البصمة وشهو راية ديوان الخدمة المدنية يدار بطريقة غريبة تركيبتها غريبة قلتها داخل اللي جان أكثر من مرة وحذرت ونبهت إدارة بالنسبة لي عقيمة ما في مجال إنها تمضي ليج الدام وتقدر تنشلنا من واقع إحنا ما نبيه البديل الاستراتيجي صار لخمستعشر سنة ترموء العام ولا أوث العام صار لخمستعشر سنة بالضبط منو ما يبيه؟ الحكومة ما تبيه ولا أنتو ما تبون؟ لا كسل ديوان الخدمة المدنية لا الحكومة ولا إحنا ديوان الخدمة المدنية لا 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 عشاء لا تتهم الحكومة جزافا بكلمة مطاطية ديوان الخدمة المدنية لو يبي من زمان حط توصيف وظيفي لك الوظيفة لو يبي من زمان حط التوصيات أن الرواتب لا تتناسب حاليا مع متطلبات الحياة هاي شغلتها يعرف اللي ديوان خدمة مدنية إلى اليوم وإحنا الحبيبة عندنا 12 ألف عاطل وهو إلى اليوم يعترف أنه ما يسوي معهم مقابلات هاكي رمضان رزقك شيل خريج علوم سياسية قطة وزارة صحة شيل خريج علوم اجتماعية قطة وزارة خارجية ما يصير سووا مقابلات ما يسوون فبالتالي لما يناب لجنة إحلال وأنا كنت عضو فيها لفصلين تشريعيين متتاليين ومن أيام قبل استقالتي كنت عضو كذلك تعالوا وين البديل الاستراتيجي خلي نجح الحين حسب ما عرفت من خطة الدولة إن البديل الاستراتيجي أحد البداء المطروحة الموجودة للتطبيق